ويضم إلينا الآن من لندن الناشطة السياسي الليبي حسن الأمين مساء الخير أستاذ حسن مرحبا بك معنا مرة أخرى سأسألك سؤال ربما سألتك يا الأسبوع الماضي من المفترض غدا أن يُعقد اجتماع الافتتاح البرلمان يُعقد في طبرق أم يُعقد في طرابلس لازال الخلاف يعني محتدما حول هذه المسألة كيف ستتم تسوية المسألة يعني في اعتقادي أنا بعد الاجتماع التشاوري بالأمس وأيضا اليوم المؤشرات توضح بأن فرص للعقاد غدا واردة أعتقد أن النصاب اكتمل ولو أن فيه بعض الأعضاء خصوصا المنتميين للمجموعات الإسلامية ربما سيقاطعون هذا الاجتماع لكن الاستعدادات على حسب آخر الأخبار على قدم والساق للإنقاد غدا تبرق بمؤسساتها المدنية وبقياداتها يدعمون هذا الاجتماع ويعملون بكل جهدهم لإنجاحها لكن للأسف هناك من يسعى حتى في اللحظات الأخيرة إلى أن يفشل هذا الأمر أعتقد أن بيان السيد أبو سهمين اليوم يقع في إطار تأجيج الحرب وأعتقد بأنه لا مبرر له خصوصا بأن ولايته قد انتهت ويجب عليه الآن إذا كان يريد أن يقوم بواجب الوطني فهو أن يسهل لهذا البرلمان أن ينعقد ولا يؤجج هذه الحرب الدائرة التي نراها الآن في طرابلس نزوع هذه العائلات هذا الدمار الشامل لا يخدم أحد تصريحها اليوم والذي يتكلم فيه عن تهديد للثورة من الأزلام ومن ثورة مضادة يعني أنا في نظر هذا كلام فارغ إذا كان فيه أي تهديد على الثورة وتهديد على ليبيا فالليبيون جميعهم سوف يتصدون له وليس طرف بعينه وأعتقد بأن السيد أبو سهمين مازال إلى اللحظات الأخيرة هو والمجموعة التي تدعمه من غرفة طوار ليبيا وغيرهم يحاولون بقدر الإمكان أن يجهدوا العملية الديمقراطية ويحاولون بقدر الإمكان أن يرموا البلد في أتون حرب لا أول لها ولا آخر بحسب الأنباء سيد حسن بالأمس أو بالسبت تحديدا اجتبع 160 عضوا في البرلمان الجديد من أصل 188 نائب في مدينة طبرق إذا كانوا أجمعوا على أن ستكون الاجتماعات في طبرق هذه أغلبية صاحقة إذا كان الرقم صحيح فلا السيد أبو سهمين ولا غيره بالإمكان أن يغير هذا الموضوع نعم ولكن كما قلت هم سيحاولون بكل السبل حتى من الناحية التضليل الإعلامي هم الآن يتكلمون عن إعلان دستوري وعن مواد وعن قوانين بينما يتناسوا بأن البلد الآن تمر في وضع استثنائي نحن الآن لدينا حروب قائمة لدينا حرب قائمة في المنطقة الشرقية تحديدا في بنغازي ولدينا حرب قائمة في طرابلس فكيف يحاولون الآن أن يتحججوا بالإعلان الدستوري وبما تم الاتفاق عليه في الوقت الذي تنتظر بفارغ الصبر أن يلتأم هذا المؤتمر في أسرع وقت ممكن لأنه هو الجسم المنتخب من قبل الليبيين وهو من يعول عليه الليبيين لمحاولة انتشال البلد مما فيه فأنا طبعا لا أتوقع أنهم سيتوقفون عن محاولة التشكيك ومحاولة التضليل ومحاولة استعمال بعض الحجج التي في نظري وهي في ظل هذا الوضع المتأزم في ليبيا الآن لا بد لهذا البرلمان أن ينعقد ولا بد لكل إنسان وطني شريف عاقل أن يساعد ويسهل هذه المسألة لأنها تصب فعلا في خدمة هذا الوطن وهذا ما يتوقعه الليبيين هذا ما يتوقع العالم الخارجي أيضا العالم الخارجي يريد أن يساعد ليبيا ولكنه لا يستطيع أن يساعد ليبيا وهو لا يعرف مع من يتحدث مع من يتعامل وبالتالي من المهم أن يتشكل هذا المشهد السياسي الليبي الجديد اعترفنا بهذه الديمقراطية أنها الطريق والمنهج وبالتالي كل الحجج الأخرى تبقى واهي نعم هذا من حيث المبدأ أستاذ حسن لكن المعضلة تكمن في تعدد السلطات الآن في ليبيا هناك سلطة يمثلها البرلمان المنتخب الجديد وهناك سلطة أخرى وربما أكثر من سلطة تمثل سلطة الأمر الواقع سلطة من يحمل السلاح هذا صحيح وهذا ما نسعى جميعا من أجل أن ينتهي وانعقاد البرلمان هو واحدة من هذه السبل لمعالجة هذا الأمر إذا عرقلنا قيام هذا البرلمان فهذا يعني أننا استسلمنا بالكامل وأننا سنجعل من السلاح هو الحكم ولكن لا بد لنا أن نذهب في المسار السياسي لا بد أن نذهب في مسار الحوار لا بد أن نفعل ما في وسعنا من أجل أن يسود الهدوء في البلد على الأقل حتى تستطيع كل هذه القوى أن تتحاول أن تخرج ببعض الحلول قضية البرلمان قضية مهمة هذا استحقاق هذا البرلمان انتخبه الشعب وعليه أن ينعقد بأسرع وقت ممكن ليس هناك أي مبرر آخر نعم الأمر الواقع أن هناك مجموعات على الأرض تحكم بالقوة وبالسلاح هناك مجموعات الآن تريد بحجج واهية أن تفرض سيطرتها على البلد ولو أدى ذلك إلى حرق البلاد والعباد يعني اللي قاعد يحصل في طرابل وسلان بمصلحة من هذا الدخان هذه المدينة اللي أصبحت مدينة أشباح الآن من يتحمل مسؤوليتها يعني هناك شباب صغار في السن أنا حصل اتصال بيني وبين عائلة ابنها يعالج في إحدى الدول في الخارج عمره 15 سنة كيف تجزون بطفل 15 سنة في أتون حرب مثل هذه هؤلاء لا يمكن بأي حالة من الأحوال أن تكون مصلحتهم الوطن هذا صراع على النفوذ هذا صراع على السيطرة هذه محاولة انقلابية هذه مزايدة من قبل من يدعون بأنهم ثوار وأنهم هم المسؤولين على هذه التورة وبالتالي هناك محاولة الآن للانقلاب على الشرعية بالكامل لرفض العملية الديمقراطية هناك حديث الآن عن تكوين مجلس للتوار ليقود ليبيا يريدون هؤلاء الجهلة للأسف أقولها بكل صراحة هؤلاء الجهلة هؤلاء المغامرين هؤلاء الذين عشقوا السلاح والقتل والإرهاب يريدون الآن أن يقودون المسيرة أين سيقودونها وهم على مدى ثلاث سنوات لم نرى منهم إلا الخطف والاغتيال والقتل والتعذيب في السجون ولم نرى منهم إلا عرقلة لقيام الدولة يعني إحنا لو نذهب إلى الماضي للسنوات الماضية ونرى حتى إشكاليات الحكومة وإشكاليات المؤتمر سنجد من وراءها هي هذه الكتائب بجميع أنواحها القعقاع النواصي كتائب مصراتة كتائب غرياء كل الكتائب كلها ساهمت الزاوية كلها ساهمت في عرقلة العملية الديمقراطية فما فيش واحد اليوم يجيني ويقول لي أنا الوصي على هذه التورة وأنا من سأحمي هذه التورة وللأسف الحقيقة وأقولها بكل مرارة أن هناك عملية تضليل كبيرة تضليل إعلامي هناك أكاذيب هناك أشياء تستعمل الآن سواء على الإنترنت سواء من بعض المحبات تحاول أن تضلل الرأي العام وتقوده في مسار غير المسار الحقيقي الذي يجب على إعلامنا وعلى قنواتنا وعلى عقلاءنا أن يتوجه به للشعب الليبي ويحاول بقدر الإمكان أن يلتأموا حول هذا البرلمان الذي بالأمس ذهبوا وصوتوا له لنبدأ عملية مرحلة جديدة ربما تكون أكثر نجاحا من المرحلة السابقة حسن الأمين الناشط السياسي الليبي كان معنا مباشرة من لندن شكرا لك